أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات مميزة تستند إلى روابط أخوية متينة رسختها المواقف والرؤى المشتركة مشيدا سموه بمستوى الشراكة والتعاون والتنسيق بين البلدين الذي يحظى باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظهم الله ونوه سموه بالجهود الطيبة لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بمملكة البحرين حيث أشهد سموه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الداعمة لمختلف مسارات التعاون الثنائي متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد في مهمه المستقبلية مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تنمية العلاقات والدفع بها نحو مستويات أكثر تكاملا على مختلف الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم الذي حظي به طوال فترة عمله الدبلوماسي بمملكة البحرين وما يليه سموه من اهتمام وحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء